إذن الآن بعد قراءتنا لأن نستعال لنذهب إلى إعراب النص إعراب مفردات وجمل والبيت الأول يقول دع اللوم إن اللوم عون النوائبي ولا تتجاوز فيه حد المعاتبي دع وهو فعل أمر مبني على السكون الظاهرة في آخره وحرك بالكسر منعا من التقاء الساكنين دعي والفاعل ضمير مستثر وجوبا تقدره أنت دع أنت اللوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه للفتحة الظاهرة في آخره دعي اللوم إن اللوم إن حر مشبه بالفعل إن اللوم اللوم الثاني طبعا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره دعي اللوم إن اللوم عون النوائبي لاحظوا إن حر مشبه بالفعل كما قلنا دعي اللوم إن اللوم عون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه أمضم الظاهرة في آخره النوائبي لاحظوا دعي اللوم إن اللوم عون النوائبي النوائبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره ولا تتجاوز فيه حد المعاتبي ألواو حرف استئناف لا تتجاوز لا ناهية جازمة كما قلنا وهذا أسلوب نهي وليس نفي إذن لا ناهية جازمة تتجاوز فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم السكون الظاهرة على آخره ولا تتجاوز فيه فيه طبعا جر مجرور في حرف جر والهائس ضمير متصل مبنع على الكسر في محل جر في حرف الجر ولا تتجاوز فيه حد مفعول به منصوب وعلامة مصم الفتحة الظاهرة على آخره والمعاتب مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره إعراب جمل قال الشاعر دعي اللوم ودعي هنا جملة ابتدائية جملة ابتداء القول يعني جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب معرب جملة الاسمية دعي اللوم إن اللوم عون النوائبي إن اللوم عون النوائبي هذه استئنافية لا محل لها من الإعراب ومثلها جملة ولا تتجاوز في حد المعاتبي طانما عربنا الواو حرف استعناف فجملة لا تتجاوز فيه أيضا جملة استعنافية لا محل لها من الإعراب البيت الثاني فما كل من حط الرحالة بمخفق ولا كل من شد الرحالة بكاسبي لاحظوا هنا فما كل فما كل فهنا حرف استعناف ما ننتبه هنا ما هذه نافية تعمل عمل ليس لاحظوا في عندما ولا تعملان عمل ليس لاحظوا بالشطر الأول ما كل والشطر الثاني ولا كل وكلهما عامل عمل ليس إذن لنتبه الإعراب طالما أنه هي تعمل عمل ليس فهذه تحتاج إلى اسم وخطر فما كل لاحظوا ما نافية لا عمل لها عفوا ما نافية تعمل عمل ليس كل اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آثره كل من ننتبه هنا من هنا في عندي أسماء موصول كثيرة في النصر فما كل الذي فمن اسم وصول مبني على السكون في محل الجر بحرف الجر كل من حط حط فعل ماض مبني على الفتح الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو حط فيه الرحالة الرحالة لاحظوا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره حط الرحالة بمخفق لاحظوا الباء حرف جر زائد هنا ننتبه دائما تزاد من حالات زيادة الباء الجر طبعا تزاد في خبر ليس ننتبه في خبر ليس يقول الشعر ولست عن حب الأخ العربي بالمتحول أليس الله بكاف عبده إذن بمخفق الباحر جر زائد ومخفق اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما يعني منتما نعرف بما أنه ما تعمل عمل ليس فترفع الأول وتنصب الثاني إذن أكرر إذن بمخفق الباحر جر زائد مخفق اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما فما كل من حط الرحالة بمخفق الشعر الثاني الآن ولا كل من شد الرحالة بكاسب الواو هنا حرف عطف لا كل لا نافع ليس كل من شد الرحالة إذن لا مثلها لا عامل عمل ليسه كل اسم لا مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر في آخره كل من أيضا من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه شد دافع الماض مبني على الفتح الظاهر على آخره شد الرحالة بكاسب طبعا أيضا هنا مثل بمخفق الباحر جر زائد وكاسب اسم مجرور لفظا منصوب هنا ننتبه منصوب محلا على أنه خبر لا لاحظ بمخفق كانت خبر ما أما بكاسب فهي خبر لا وكلهما عامل عمل ليسه طيب ما عرى بالجمل حط الرحال وشد الرحال فما كل من لحظه من من اسم موصول ولا كل من شد الرحال إذن هاي جمل واقب على صلة الموصول إيش نعرضاه إذن هذه جمل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب إذن حط الرحال وشد الرحال كلاهما جمل فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب البيت الثالث وفي السعي كيس والنفوس نفائس وليس بكيس بيعها بالرغائب لاحظوا وفي السعي كيس تقول الكلام كيس في السعي لاحظوا سنتقدم الجار المجرور يعني الخبر على المبتدأ إذن الواو استئنافية في السعي جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدم المحذوف تقول الكلام كيس كائن في السعي فمعراب كيس كيس مبتدأ مؤثر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره إذن أكرر في السعي جار مجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقدر كائن كيس مبتدأ مؤثر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره كيس كائن في السعي الواو والنفوس نفائس الواو هنا حالية دائما بعد الواو الحالي بنعرف بالإسم مبتدأ ننتمي إلى هذه الملاحظة والنفوس نفائس الواو حاليا النفوس مبتدأ مرفوع نفائس خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لاحظوا هنا أيضا في عنده نفائس وهذه من منابع الموسيقى الداخلية وهذه ما نسميه صياغ الاشتقاقية صح صياغ اشتقاقي نفوس نفائس نهاج نفذ نفذ الجذر وفي السعي كيس والنفوس نفائس وليس بكيس بيعها بالرغائب الواو استئنافية ليس فعل ماض ناقص ننتبه ليس فعل ماض ناقص ومنع الفتحة الظاهرة بكيس نلاحظوا الباحر جرزائد كمان قلنا أنه زاد الباحر في خبر ليس إذن بكيس باحر جرزائد كيس اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس ليس بكيس بيعها تخذ الكلام ليس بيعها بكيس إذن بيعها أشوف تكون عرابة مبتدأ عفوا أن تكون اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء في بيعها الهاء في محل جر بالإضافة بالرغائب جار مجرور بالرغائب ليس بيعها بالرغائب وليس بكيس بيعها بالرغائب إذن الباء حرف جار الرغائب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر معراب جمل في السعي كيس تقدر كلامها جملة اسمي كيس كيس في السعي جمل السعنافي إلى محلم العراب والنفوس نفائس طالما عربنا الواو حالي فمع رب يمت أن نفوس نفائس جملة اسمية في محل مصب حال ننتقل الآن إلى البيت الرابع أذاقتني الأسفار ما كرها الغناء إلي وأغراني برفض المطالب أذاقتني وهو فعل ماض مبني على الفتح والتأنيث الساكنة لمحل لها من الإعراب والواو نون هنا للوقاية وليأضمير متصل في محنص المفعول به أول أذاقتني الأسفار فاعل مرفوع أين المفعول به الثاني نكب لاحظوا أذاقتني الأسفار ليأ في محنص المفعول به أول الأسفار فاعل مرفوع التي ترى في الضم الظهر على آخر أذاقتني الأسفار ما كرها الغناء ما اسم موصول بمعنى الذي أذاقتني الأسفار الذي كرها الغنى فما اسم موصول مبني على السكون في محنص المفعول به ثاني ما كرها كرها فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره الغنى مفعول به منصوب علامة نصف الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وإذن ما كرها الغنى إليه إليه جار مجرور متعلقان بالفعل كرها وأغراني برفض المطالب مثل أذاقتني أغراني أيضا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والنون هاي للوقاة واليأفي محنص المفعول به برفض جار مجرور المطالب برفض المطالب المطالب مضاف إلى مجرور وعلى ما تجري كسر الظاهرة على آخره أذاقتني الأسفار ما كرها لاحظة كرها جملة كرها اللي واقع بعض صلة الموصول إيش من العربة؟ أذاقتني الأسفار الذي كرها فجملة كرها هذه جملة فعلية وهي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب طيب ما أعرف جملة أغراني؟ جملة أيضا معطوفة أذاقتني أسفار ما كرها الغناء إلي وأغراني كرها وأغرى إذن جملة معطوفة على جملة كرها فهي مثلها لا محل لها من الإعراب طالما الأولى صلة الموصول للحرف لا محل من الإعراب فهي مثلها لا محل لها من الإعراب البيت الخامس فأصبحت في الإثراء يزهد زاهد وإن كنت في الإثراء أرغب راغبي فأصبحت الفع حرف السعناف أصبحت كما نعلم فعل ماض ناقص مبني على السكون لصالب التاء الفع المتحركة والتاء ضمير متصف في محارة فع أيه؟ في محارة رفع إيش؟ في محارة رفع اسم أصبحة وإن لك خبره؟ أصبحت أزهده إذن أزهده هي الخبر طيب في الإثراء يجار مجروم متعلقان بحال محلوفة أزهده خبر أصبح منصوبة على التصميم فتح الظهر على خلاله زاهد مضاف إليه لاحظوا كمان فيه عندهم صياب اشتقاقية أزهد وزاهد أزهد وزاهد وأرغب ورغب أيضا فإذن زاهد مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسر الظهر على آخره طبعا أزهد قلنا خبر أصبحت أزهده زاهدين تأسمها وأزهده هي خبر أصبحها منصوبة على التصميم فتح الظهر على خلاله زاهد مضاف إليه وإن كنت في الإثرائي أرغبا راغبين الواو حرف استعناف الواو حرف استعناف إن حرف شر الجازم إن كنت إن حرف شر الجازم كنت فعل ماض ناقص مبني على السكمن الصالي بتاء الفعل متحركة والتاء ضمير متصل في محارفة اسم كان في الإثرائي جار مجرور أرغبا كنت أرغبا خذا خبر كان مثل ما عربنا أصبحت أزهده كنت أرغبا إذن أيضا أرغبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظهر على آخره أرغبا راغبين راغبين مضاف إليه مجرور وعلامة جري الكسر الظهر على آخره وأيضا هذه من منابع الموسيقى الداخلي اللي هي اشتقاقية أرغب وراغب مثل أزهد وزاهد البيت السادس لاحظوا حريصا أصبحت زاهدا حريصا جبانا مشتهيا منتهيا فمعرب حريصان أصبحت حريصا أصبحت زاهدا إذن أيضا حريصان خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتح الظهر على آخره جبانا خبر أصبح كمان خبر ثالث يعني هذا هذا تعدد الخبر هنا إذن خبر ثالث منصوبه على النصب وإذن خبر الأول أصبحت أزهدا خبر الثاني أصبحت حريصا خبر الثالث جبانا خبر رابع مشتهيا خبر رابع منتهيا وجملة أنتهي رح نشوف الشوء المعطوفي على أشتهي إذن جبانا خبر أصبح منصوب وعلامة نصب الفتح الظهر على آخره أشتهي كعراب مفردات فعل مضارع مرفوعا رفع ضم المقدرة عليها منع مظهر ظهورها الثقل والفعل ضم المستروجوبا تقديره أشتهي أنا منع لا صرفي فيه أشتهي إعلال بالتسكين ثم أنتهي ثم حرف عطف أنتهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم أيضا مقدرة على ما قبل المتكلم منع مظهوري أشتغال محل بالحركة المناسبة والفعل ضم المستروجوبا تقديره أنا أشتهي أنا إذن أشتهي ثم أنتهي بلحظي ننتبه هنا بلحظي تفو إلى الإعراض ضمن الإطار ثاني بلحظي الباء حرف جر لحظي الياء ضمير متصل إذن باء حرف جر لحظي اسم الجهور وعلام جره الكسرة ولياء ضمير متصل في محل جر الإضافي إذن بلحظي يعني كعراب إذن نعرف عراب كامل بقول باء حرف جر لحظي اسم الجهور وعلام جره الكسرة المقدرة على ما قبل المتكلم منع مظهوري أشتغال محل بالحركة المناسبة ولياء في محل جر مضاف إلي طيب لحظوا وهنا ننتبه إلى عراب جملة لحظي جنابة لحظوا نحن سبق وقلنا أن اسم الفعل يعمل عم الفعل بشروض إذا كان محل بآل صح إذا كان معارف بآل أو إذا وقع حالا أو صفة أو خبرا في جملته طيب ماذا عن المصدر هل المصدر يعمل عم الفعل نعم يعمل عم الفعل إذا جاء مضافا متى إذا جاء مضافا وهنا نقول بلحظي جنابة فإذا سؤلنا لماذا عمل اسم الفعل عفوا لماذا عمل المصدر عم الفعل الجواب لأنه جاء مضافا إذن معارف جنابة مفعول به للمصدر لحظه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بلحظي جنابة رزق رزق مضاف إليه لحظة لحظه لحظي لحظة يمشي مشيا يدفعها دفعة هذا الاسم يكون منصوب من جنس الفعل إيش كنا نعربه نعم هو مفعول مطلق منصوب على تنصي الفتحة الظاهرة على آخره إذن لحظة المراقبين مراقبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ما عرب جملة أشتهي معطوفة على جملة محلها النصب فهي مثلها في محل نصب ومن راح ذا حرص وجبد فإنه فقير أتاه الفقر من كل جانبي الواو حرف استئناف من اسم شر جازم مبني على السكون في محرف مبتدأ راح فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة واسمه ضمير مستر تقديره هو يعني راح بمعنى أصبح وصار إذن هو فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة واسمه ضمير مستر تقدير هو ذا ذا وذو ذي وإذن ذا وهي من الأسماء الخمسة وهو خبر أصبح يعني بمعنى راح ذا أصبح هو ذا صار هو ذا راح هو ذا فذا خبر راح منصوب علامة نصبي الألف لماذا لأنه من الأسماء الخمسة وهي علامة إعراض فرعية ذا حرص حرص مضاف إليه مجر وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره ومن ذا راح ذا حرص وجبن ألوى حرف عطف جبن معطوف على حرص ذا حرص وجبن اسم معطوف على مجر مجر مثله وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره فإنه من راح ذا حرص وجبن فإنه هاي الفاء رابط لجواب الشرط إن حرق شب بالفعل والهاء ضمير متصل إن إنه في محل نصب اسم إنه إنه فقير فقير خبر مرفوع عن ترفي الضم الظاهرة على آخره فإنه فقير فقير خبر إنه مرفوع عن ترفي الضم ظهر على آخره فقير أتاه لحظه بعد ما رفح بعد نكر الصفات هلا بعد ما راح نشوف بعد قليل ما عارض جملة أتاه راح تكون صفة لفقير صح فقير أتاه بعد ما راح و بعد نكر الصفات تعالوا لنعرب أتاه مفرد أتاه هي فعل ما ضم مبدع على الفتح المقدر على الألف أتاه على الألف فنعم نظر تعذر والهاء أتاه في محنص مفعول به أتاه الفقر الفقر فاعل مرفوع عن ترفي ضم ظهر على آخره تلاحظون المفعول يتقدم عن الفاعل وهي من أساليب القصر أيضا أتاه الفقر من كل من كل جار مجرور متعلقان بالفعل أتاه إذن من كل جانبين جانبين مضاف إليه مجرور وعلامة جري القصر الظاهر على آخره ما عرب جمل من راح من جملة فعلية في محل رفع خبر من راح ليش لأن من عرب نها مبتدأ راح جملة فعلية في محل رفع خبر ما عرب جمل فإنه فقير من راح ذا حر سنو جبن فإنه فقير جملة اسمية هي جواب الشرط من هي جواب الشرط ومقترني بالفاء فتحقق فيها الشرطين فهي جملة جواب الشرط الجازم والمقترن بالفاء محلها الجزم هنا ننتبه تحقق فيها الشرطان فإذا كان الشرط الأول أنها إذا تحقق فيها شرطان شرط الأول أن تكون إيش يكون أداة شرط فيها جازمة والشرط الثاني أن يكون جواب مقترم بالفاء عندها تكون هذه الجملة في محل جزم. إذن أكرر فإنه فقير جملة اسمية وهي جملة جواب الشرط الجازم المقترم بالفاء في محل جزمين. أما جملة أتاه الفقر لاحظوا فهي جملة فعلية في محارة رفع الصفة. لاحظوا كما قلت منذ قليل بعد المعارف وأحواله بعد نكر صفات فقير أتاه الفقر فإذن هي جملة فعلية في محار رفع صفة للفقير البيت أثام المقطع الثالث ولما دعاني للمثوبة سيد يرى المدح عارا قبل بذل المثاوب الوحرف السعناف لما أسمى شرط غير جازم يبدأ على السكوم في محارة نصب على الظرفية الزمانية دعاني سيد دعاني لحظة فعل مفعول به وسيده الفاعل إذن دعاني فعل ماض ببناء الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر والنون للوقاة واللياء ضمير متصف في محارة نصب مفعول به دعاني الياء مفعول به سيد هي فاعل مرفوع على المدحة الضمانية الظهر على آخره للمثوبة جار ومجرور يرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمانية المقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يرى هو يرى المدحة إذن مفعول به أول يرى متعد إلى مفعولين إذن يرى المدحة مفعول به أول منصب على النصب الفتحة الظهر على آخره يرى المدحة عارا عارا مفعول به ثاند منصب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخره قبل مفعول في ظرف زمان منصوب علامة تصوير الفتحة الظهر في آخره قبل بذلي بذلي مضاف إلي المثاوب مضاف إلي أيضا معرى بالجمل الآن دعاني ولما دعاني نحن بنعرف لما تحمل معنا الظرفية نحن متفقون أن الجمل التي تقع بعد الظروف ضيوف فإذن دعاني جملة فعلية في محل جر بالإضافة يعني في محل جر مضاف إليه معرى بجمل التي يرى المدحة لا هو سيد بعد معرفة أحوال كمان بعد النكرات صفات فسيد نكرة مرفوعة فإذن سيد يرى معرفة جملة تيارة جملة فعلية في محل رفع صفة لمين لسيد في محل رفع صفة ثم بعد المعارف أحوالهم بعد النكرات صفات والصفات أتبع الموصوف البيت التاسع تنازعني رغب ورهب كلاهما قوي وأعيان الطلاع المغايبي تنازعني فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والنون للوقاي واليأضمير متصل فيه محل نصب مفعول به تنازعني رغب رغب هي فاعل مرفوع المترفي ضم الظاهر على آخره رغب ورهب الوحر رهب اسم معطوس مرفوع المترفي ضم الظاهر على آخره كلاهما لاحظوا كلا وكلتا واثنان واثنتان هي تلحقان بماذا بالمثنى فننتبه هنا يعني تعامل معاملة مثنى ترفع بالألف وتنصب وتجار باليأ ما قلت كليهما كلاهما إذن كلاهما قوي يعني كلاهما قوي كلاهما مبتدأ قوي خبر لكن نعرف بالتفصيل كلاهما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا الألف كلاه وليس كلي كلاهما فمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ننتبه ملحق بالمثنى لا نقول لأنه ملحق بالمثنى والهاء ضمير متصل في محجر بالإضافة والميم للعماد وهي علامة الجمع طبعا والألف علامة التثنية كلاهما قوي قوي هي خبر كلاهما مبتدأ قوي خبر مرفوع عن ترفعه الضم الظهر على آخره كلاهما قوي وأعياني الوحرف عطف أعياني تلت نازع عنه ودعاني سيد أعياني الطلاع أعياني أيضا فعل ما أطبع الفتحة المقدرة على الألف منع منظور التعذر والنون للوقاي الياء ضمير المتصف في محل نصب مفعول به نحظة هون كم هي حالة تقديم محق التأخير يعني كثير عم قدر مفعول به على الفاعل وهذا كنا نطلق عليه اسلوب قصر إذن معرب الطلاع طلاع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظهر على آخره المغايب مضاف إلي مجرور وعلامة الجره الكسرة الظاهرة على آخره البيت التاسع ما زلنا فيه وإعراب جمل تنازعني رغب ورهب كلاهما قوي هلت بالنسبة تنازعني هي جملة فعلية وهي جملة جواب الشرط لحظه لما دعاني للمثوبة ايه جواب تنازعني لحظه يعني هون تعتمد هذا النص على الوحد المقطعي يعني في عنا بيت يكمل بيت آخر مثل ما رأينا في عش بالشعور إذن تنازعني جملة فعلية وهي جملة جواب الشرط غير أجازم لا محل لها من الإعراب كلاهما قوي وهذه جملة اسمية مكونة من المكتة وخبر كما قلنا وهي في محارة صفة صفة لمين للرهب والرغب مثلنا يعني رغب ورهب كلاهما قوي بعد ما عرف صفة إذن جملة اسمية في محارة رفع صفة لرهب ورغب البيت العاشر وهذا البيت الذي يدل على الارتباك والقلق والحيرة والتخبط فقدمت رجلا رغبة في رغيبة لماذا قدمت رجلا رغبة وأخرت رجلا رهبة لماذا أخرت رجلا رهبة إذن فقدمت رجلا رغبة في رغبة ألفاء حرق السئناف قدمت فعل ماض مبنى على السكون لصالب تاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل في محارة فاع فاعل قدمت رجلا رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره معرب رغبتان إذن هذا جواب لماذا لماذا قدمت رجلا رغبة إذن هو مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره في رغبتين جار مجرور متعلقا بالمصدر رغبة وأخرت رجلا رهبة المعاطبة يعني شطر كما شطر السابق كما شطر السابق وأخرت الوحرف عاطف أخرت فعل ماض ما يعلم السكون لصلي بتاع الفعل متحرك والتاء في محار فعل أخرت رجلا رجلا مفعول به منصوب رهبة هي مفعول لأجله لماذا أخرت رجلا الجواب رهبة إذن هو جواب لماذا إذن هو مفعول لأجله آخره للمعاطب جار مجرور متعلقان أيضا بالمصدر رهبة في رغبة متعلقان بالمصدر رغبة البيت الحادي عشر أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب هنا أخاف وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره آنه أفاف على نفسي على نفسي جار مجرور متعلقان بالفعل أخا وأرجو اللواو حرف عطف أرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ننتبه علامة رفعه الضمة المقدرة على اللواو منع منظور الثقل إذن هذا إعلال بماذا إعلال بالتسكين الأصل فيه أرجو إذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على اللواو منع منظور الثقل والفعل ضمير مستطير وجوبا تقديره أرجو أنا مفازها مفعول به منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة والها ضمير متصل في محل نصب في محل عفوا والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب الواو هنا حالية فيه وأستار دائما بعد واو الحالي عرب الاسم مبتدأ إذن وأستار غيب الله دون العواقب الواو حالية أستار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره أستار غيب الله غيب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره غيب الله اللاه لفظ جلالة وهو اسم جلالة إذن هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره أيضا إذن غيب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره الله وهو اسم جلالة أيضا اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره ودون مع ربنا وأستار غيب الله دون مفعول فيه ظرف مكان إذن دون مفعول في ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وظرفنا متعلق بخبر محذوف تقديره كائنة أستار غيب الله كائنة دون العواقب وإذن العواقب هي مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره أما بالنسبة لعرب جمل وأستار غيب الله دون العواقب طالما عربنا وحاليا فجملة أستار غيب الله دون العواقب هذه جملة اسمية في محل نصب حال البيت الأخير ألا من يريني غاية قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب لاحظوا أيضا هنا مذهبي ومذاهب وهذه أيضا من منابع الموسيقى الداخلية يعني نسميه ماذا الصيغ الاشتقاقية طيب تعالوا إلى العرب ألا عندما نقول ألا أيها الناس اسمعوا واعوا إذن ألا هي حرف تنبيه أو استفتاح أو نقول حرف تنبيه واستفتاح ألا حرف استفتاح أو نقول حرف تنبيه واستفتاح ألا من؟ من يريني من؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يريني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل والنون النون للوقاي والياء ضمير متصل في محل نصر مفعول به أول لاحظوا يا راي وتعدي إلى مفعول يريني غايتي إذن الياء في محل نصر مفعول به أول غايتي مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصر الفتحة المقدرة على ما قال الياء المتكلم ولياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه إذن ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذهبي إذن غايتي قبل قبل مفعول في طرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة الظهر على آخره قبل مذهبي مذهبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر أيضا المقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع ظهر إشغال محل بحركة مناسبة والياء ضمير في محل جر مضاف إليه ومن أين هو الغايات بعد المذهبي الوحرف السئناف أين ننتبه هنا اسم من حرف جر طبعا ومن أين ومن أين هو حرف السئناف من أين من حرف جر أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو في محل جر بحرف الجر إذن ومن أين إذن أين أكرر اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو في محل جر بحرف جر ومن أين والغايات الوح هنا حالية الوح حالية دائما بعد الوح الحالية كنا نعلمه مبتدأ إذن أكرر إذن والغايات الوح حرف عطف الوح حرف عطف الغايات مبتدأ دائما بعد الوح الحالي كنا نعلمه مبتدأ إذن الوح حالية الغايات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره والغايات بعد المذاهب بعد مثل قبل مفعول فيه ظرف مكان يعطون مفعول في ظرف زمان منصوب علامة نصف الفتحة وهما متعلقان بخبر محذوف تقدر كائنة والغايات كائنة بعد المذاهب المذاهب مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسر الظاهر على آخره أما عن إعراب جمل في هذا البيت البيت الأخير ألا من يريني من يريني قلنا من في محرفع مبتدأ صح؟ من في محرفع مبتدأ يريني صارت جملة فعلية في محرفع خبر جملة فعلية في محرفع خبر لمين؟ لمن ما عربت جملة الغايات بعد المذاهب طالما عربت الو حالية فجملة الغايات بعد المذاهب هذه جملة اسمية في محنصب حال جملة اسمية في محنصب حال هكذا يكون قد انتهينا من إعراب نص الغيات بعد المذاهب لدي بعض الأسئلة التقويمية وهو التقويم مرحلي نجيب عنه ثم نترك لكم الواجب الرئيسي السؤال يقول علل كتابة التاء وهي حالة إملائية طبعا علل كتابة التاء في رهبة ورغبة لماذا كتبت التاء في رهبة ورغبة تاء مربوطة الجواب لأن رغبة ورهبة هي اسم مفرد مؤنث إذن اسم مفردة مؤنثة طيب السؤال الثاني ماذا عن كتابة التاء مفتوحة في كلمة غايات لماذا كتبت التاء مفتوحة مبسوطة في غايات قال لأنها جمع مؤنث جمع مؤنث الآن سنترك لكم هذا الواجب الرئيسي ونختم به السؤال يقول أكمل إعراب ميلي كما جاءت في النص معراب حريصا كعراب مفردات طبعا ومعراب الأسفار ننتبه إلى حريصا أصبحت زاهدا حريصا جبانا فمعراب حريصا أذا قدل الأسفار معراب الأسفار كما وردت في النصر ثم معراب الجمل أنتهي بحصة أشتهي وأنتهي إذن هي متعلقة بأشتهي لذلك يجب أن نعراب أشتهي حتى نعرف معراب أنتهي كون ما أعطف عليهم وأيضا أما هو أعراب جملة أتاه الفقر لا أعطف فقير أتاه الفقر ونذكر بالقاعدة التي تقول بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات والقاعدة الأعم التي تقول بعد الظروف ضيوف وبعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات إذن معراب كل من الجملتين أنتهي وأداه الفقر حسب ورودة في الضص ترجمة نانسيicas ترجمة نانسي قنقر